النقطة ربما الأساسية والأكثر أهمية حتى للشارع الإسرائيلي هو ما يتعلق بالصفقة لأن الشارع ما زال يطالب بضرورة التوجه إلى صفقة فورية لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل خاصة بعد إعلان عن مقتل عدد من الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي على تلك المنطقة وبتالي هذا أثار غضب كبير في الشارع الإسرائيل لكن حتى الآن حقيقة الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب لمطالب هؤلاء الإسرائيليين وعائلاتهم بالتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى أيضا بما يتعلق في الجبهة الشمالية كما تحدثنا أن إسرائيل تقول أنها جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة وحتى لو استدعى الموضوع توسيع الحرب والتوجه إلى الجنوب اللبناني بمعنى العنق اللبناني أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاسي